بابا الاسمر خضرت مرسوبة يلقبه التونسيون ببابا الاسمر واهل ليبيا بولي الشعب يتغنون باسمه وقصائده منذ خمسة قرون فمن بابا الاسمر؟ هو الإمام عبد السلام الاسمر يقال إنه كان يمضي فترة السمر في التهجد والعبادة فسمي بالاسمر فقيه مالكي سليل أهل البيت يعود نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولد في مدينة زليت غرب ليبيا وتوفي ودفن فيها والشيخ الاسمر من أهم علماء ودعاة الإسلام في القرن العاشر للهجرة وأحد أعمدة الحركة العلمية والدعوية في المغرب الإسلامي عاش في كنف أسرة تجل العلم أسهمت في توجيهه إلى ميدان العلم الشرعي والعمل الدعوي أخذ العلم عن ثمانين شيخا من أعلام عصره وعن عديد من علماء المالكية اتبع الشيخ الاسمر سلوكا راقية في الدعوة عمادها المحبة والصبر واهتم في منهجه الدعوي والإصلاحي بمختلف طبقات المجتمع ولم يهمل المهمشين فكان زعيما روحيا ملهمة لا تزال طريقته التعليمية التي أسسها قبل خمسمائة عام مستمرة في زاويته إلى يومنا هذا تخرج فيها أجيال من العلماء في ليبيا تأثر بفكره الكثيرون في تونس والمغرب العربي وغرب إفريقيا خاصة تنبكتو في مالي وللإمام عبد السلام مخطوطات في مختلف الجامعات العالمية وكبرى المكتبات من بينها مكتبة الكونغرس بواشنطن كما اهتم عدد من الباحثين بدراسة شخصيته ودوره التعليمي والتربوي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر